اهلا بحضراتكم مرة تانية الحياة ممكن من اهم قبلويات الدولة المصرية دلوقتي انها تحاولها تشجع اكتر على القراءة وتوسيع المدارك والتخقيف لكل فئات المجتمع من الطلبة والطالبات طيب بحضرنا نحن نتكلم على الموضوع ده الحياة انه انطلق المشروع الوطني للقراءة انطلق في عام الاول في عشرين عشرين هذه المبادرة او هذا البرنامج بيهدف زي ما قلت لحضراتكم لتوسيع فكرة القراءة والوعي باهمية القراءة وان يكون عندنا جيل لديه وعي وجيل مثقف بشكل كبير يمكن هذه الحقيقة هذه المسابقة او هذا البرنامج احدث بالفعل نهضة الى حد كبير والحقيقة كمان انه يمكن لي اكثر من مسابقة او اكثر من الية في الطالب المثقف وايضا القارئ الماسي طالب المثقف بالنسبة لطلبة المدارس والقارئ الماسي بالنسبة لطلبة الجامعة خلينا دلوقتي نشوف كده مع ضيوفنا الموجودين ومنوارنا محمود سيد ممدوح وهو في الحائز على المركز السابع في فئة القارئ الماسي اهلا بيك وعبدالله شريف الحائز على المركز الثامن في فئة القارئ الماسي ايضا سلمة حمدي عبدالفتاح حائز على المركز الثاني فئة الطالب المثقف واحنا سلمة طبعا اصغر واحدة معنا سلمة انت سنة كامل؟ ثانية سنوية انا برحب بكم طبعا كلكم اهلا برحب والف مبروك على المراكز اللي فزتوا بيها لكن خلينا ابدأ معاك يا سلمة انت صغيرة يعني ثانية سراميد اساس انك صغير هيزا عرف منك انت فكرة الاراية بتت معاك ازاي انا بدأت اقرأ من انا صغيرة جدا كانت ماما دايما بتدعمني ان انا اقرأ ولما كبرت شوية وبدأنا ناخد تاريخ في المدرسة بقيت مهتمة اكتر بالقراءة وبدأت بقراءة مجال التاريخ خاصة بعد ما عرفت الحادثة اللي حصلت في بغداد ساعة احتلال المغول لما قلقوا الكتب في النار فساعت الموضع أصرفية جدا واتحمست اكتر ان انا اقرأ اكتر كمان علشان حسيت ان دايما نهضة الامة بتبدأ بثقافتها وانحضار الامة والعدة التنزول بتاع انهيارها بيبدأ برضو بهدم ثقافتها طيب بالنسبة ليك يا محمود انت منفروض انت في جامعة اكيد جامعت ايه؟ تجارة انجليزية المنوفية طيب وازاي ابتدى معك حبك للقراءة وشغفك للقراءة؟ بدأت القراءة في العام الخامس في السن الخامس الجدي هو الذي جعلني احب القراءة كان يسرد لي السيرة الهلالية بث بداخل الادب الشعبي عموما فذلك الذي جعلني اتوسع إلى مدارك الادب العالمي أولا ولا الادب المحلي المصري فقرأت الانجيب محفوظ وخيري شلبي وما إلى ذلك حتى اتسرب حب الادب بداخلي عموما وأحببت القراءة ده في لغة عربية فصحة وسليمة مرحو الله طيب عبدالله لو تعرفنا كمان بنفسك وقال لي انت في جامعة ايه دلوقتي وكلمني برضو عن بداية تعلقك بالقراءة ديه انا بحب ارحب بحضرتك وزمالي ضيوف الكرام طبعا زي انا واضح ازاي انا جامعة الازهر انا في الفرق الرابعة كلية الشريعة والقانون قسم القانون باللغة الانجليزية في القاهرة هنا بصراحة يعني موضوع القراءة بالنسبة لي هو موضوع من بدري شوية ممكن مثلا من نقول مثلا اربع سنين خمس سنين لان انا اصلا حفظت القرآن الكريم في سنه صغير جدا وتقريبا اول مسابقة دخلتها في حياتي كانت في سن ست سنين وكانت في دولة الكويت ووالدي تقريبا هو اللي كان بيعمل كل حاجة هو اللي كان بيحفظني هو اللي كان متابع جدا اني ازاي احرز مركز متقدم في المسابقة وقد كان يعني دخلت المسابقة ربنا اكرامني وجبت مركز كويس جدا وتقريبا دي كانت كنت انا اصغر مشارك تقريبا يعني ست سنين اصلا سنه صغير جدا بعدين بدأت من هنا بقى رحلتي الطويلة جدا مع القراءة انا اصلا داخل المدرسة واندي الحصيلة اللغوية كويسة جدا لغة عربية فصيحة ان انا اصلا متعود على القرآن الكريم وقراءة ايات القرآن الكريم بدأ والدي يجيب لي القصص الصحابة قصص الانبياء وبدأ يسرد لي السيرة النبوية وبدأ يعود معايا ويصهر معايا صهرات مطولة جدا وازاي نقرأ ازاي يستفيد من الكتاب وبعدين مرت السنوات وبدأت ادخل مسابقة ثقافية دخلت تقريبا اعتقد في وانا في تانيا سنوي دخلت مسابقة اتحاد القرآن العربي وبرضو كنت من عشر لوائل على الجمهورية وسفرت دبي وتكرمت هناك من الشيخ محمد بن راشد المكتوم اعتقد في 2018 وكان الدعم الاكبر لها بقى السنة دي في مسابقة المشروعات انقرأة برضو والدي كان دايما يقول لي احنا مش هنتنازل عن مركز لازم مركز من العشرة والحمد لله يعني يعني دي هذا المركز بفضل دعمه ودعواته ودعوات الاسرة كلها يعني الحمد لله طيب احنا لسا بكملين كلامنا معاكم اكيد ومشاهدين هنروح لفاصل سريع نرجع نكمل مع حضراتكم بأي فقرات رجعنا لكم من جديد ومازال حدثنا عن المشروع الوطني لقراءة مستمر وهنروح دلوقتي للاستاذ هشام السنجاني مدير المشروعات التربوية بمؤسسة البحث العلمي عشان يطلعنا على مزيد من التفاصيل عن هذا المشروع اهلا بك فاندم ومنورنا فيه برنامج التساعة اهلا بك فاندم اهلا بحضرتك لو تقولينا بعض التفاصيل عن هذا المشروع المفروض ان هو انطلق النسخة الاولى فيه عشرين عشرين وهذه هي النسخة التانية مضبوط تمام يا فاندم هو انطلق النسخة الاولى منه في عشرين عشرين وتحدى الظروف بتاعة الكورونا واثبت القراءة المصريين انهم قادرين على تجاوز الاتمان نسخة الاولى شارك فيها تلاتة ونصف مليون مشاركة طبعا اربع ابعاد بعض الطالب المثقف وبعض التعليم قبل الجامعة وبعض القار Software البعض طلاب الجامعة وبعض المعلم المثقف مجموع المشاركات في العام الاول كانت تلاتة ونصف مليون مشاركة وتزمنهم الأربعين طبعا نتيجة مراحل التصفيات المختلفة من أقل مستوى المدرسة او الكلية ثم الجامعة او الادارة او المدرية لنصل الى الأربعين فازوا العام الماضي ونقردها هم سمينهم شفائزين بسبب صفراء المشروع الوطني للقراءة هذا العام كانت النسخة التانية انطلقت في هذا العام الدراسي وأعلن جوائزها الأحد الماضي 14 وأصبح عندنا 40 سفير أيضا للمشروع الوطني للقراءة 20 من الطالب المثقف من الصف الأول الابتدائي حتى الثالث السنوي و10 من القارئ الماسي طلاب الجامعات والدراسات العليا و10 من المعلم المثقف فتراوح جوائزهم ما بين مليون جنيه الجائزة الأولى لتصل إلى آخر جائزة 50 ألف جنيه بالنسبة للطالب المثقف و100 ألف جنيه بالنسبة للمعلم المثقف أو القارئ الماسي معييرك تفضلي فان بالإضافة لرحلة بتنظمها لهم مؤسسة البحث العلمي مؤسسة البحث العلمي هي مؤسسة راعية لهذا المشروع نشارك طبعا مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والأزهر الشريف ومجموعة من الوزارات بيتشاركوا كلهم في هدف واحد وهو جعل القراءة أولوية كما كانت وتعود إلى ما كانت علي ننظرون لهم بالرحلة وبإذن الله هذا العام هيكون عندنا الثمانين لهم الأربعين في العام الماضي والأربعين في العام لأن طبعا العام الماضي ننتجة بظروف كورونا ماستطعناش ننفذ هذه الرحلة شامس تنجري مدير المشروعات التربية بمؤسسة البحث العلمي شكرا لك يا فنة هنجعلكم وراء تانية ونحن نتكلم عن هدية المسابقة وهذا المشروع خلينا أعرف منك يا عبدالله أنت زي اشتركت وإيه المعايير اللي كانت متوفرة فيك عشان تقدر تفوز بهذا المركز بداية المشروع الوطني للقراءة طبعا أطلق المنصة الخاصة به على المحرك البحث جوجل وبعدين أنا بيتم اختيار الكتب طبعا ده من المتسابق نفسه المتسابق بيختار الكتب المتاحة في إطار 30 كتاب في شتى المجالات ما لا يقل عن 5 مجالات أو 6 مجالات بيبدأ يلخص كل كتاب بيبدأ التلخيص بتاعه فيما لا يزيد عن ألف حرف يعني لو تعدى الألف حرف أصلا المنصة مش بتسجل يبدأ الكتاب وبتلخصه ولكن طبعا عملية التلخيص والتمحيص دي محتاجة يعني إنسان قارئ ومتعمق في القراءة ويمتلك مدرقات الأمور والحثية والمعنوية ويكون متعمق جدا في الكتاب عشان يقدر أن هو يستحوذ على الألف حرف ويكون قادر أن هو يلخص الكتاب في إطار هذا العدد المحدود جدا من الحروف والله بتقريبا لا يتعدى 300 كلمة أو حاجة لازم يكون قارئ متعمق جدا في الكتاب ويكون متعمق جدا في المجال وحضرتك سألت سؤال إيه مؤهلاتك أن أنت تكون من العشرة أو أن أنت تفوز بالمركز في الحقيقة المسابقة في نقطة جميلة جدا أنا لمستها في المحاكمين ولمستها في أصدقائي الحائزين على مراكز أيضا متقدمة هي حتة المنهجية في البحث لابد أن يكون هناك منهجية في البحث ومنهجية في القراءة مثلا أنا هقرأ 30 كتاب مثلا في خمس مجالات أو ست مجالات لابد أن يكون الكتاب الأول يوصل إلى الكتاب الثاني يوصل إلى الكتاب الثالث بحيث أن أنا بعد نهاية قراءتي في المجال ده قراءتي مثلا خمس أو ست كتب في هذا المجال أكون ملم بكل جوانب المجال وأكون متخصص في هذا المجال من الكتب الأولئلة جدا أقل من عشر كتب في مجال واحد لا يكون متخصص فيه ولكن أنا بكون بمجرد أن قرأت أربع أو خمس كتب في المجال ده بمنهجية محترمة وعلى أسس علمية سليمة بكون ملم بجوانب المجال من كل اللقاع طيب سلمة نفس بالزبط هي نفس شروط المسابقة برضو فكرة تتري كتب وبتلخصيها بالزبط 30 كتاب برضو بيتم تلخيص 30 كتاب في مدة قد إيه بقى؟ المدة المسابقة بتبدأ يعني مثلا مسم الثالث بدأ من دلوقتي واللغاية مثلا تصفيات ممكن تكونها تبدأ في شهر أربعة برض 30 كتاب ولخصتيهم بالزبط طيب وليه بعد المدرسة عايز تخلي جامعة إيه وبعد كده عايز تعملي إيه؟ أنا مدرستي علمية فان شاء الله يعني أطمح أن أنا أسلك المثار العلمي وكمان عايز أسلك مثار أكاديمي أنا أكون أستاذة جامعية بإذن الله بإذن الله بتحس أن أنت مختلفة عن لفسنك؟ القرية مخليكي مختلفة عن لفسنك؟ هو أي حد بيقرأ بيكون مختلف طبعا لأن القراءة بتخلينا ننظر الأمور من شتى جوانبها ودايما القراءة بتخلينا لنا هدف محدد في الحياة فأي حد بيقرأ بيكون عنده هدف محدد ولكن فكرة الاختلاف دي أنا مش بحبة أتكلم فيها قوي لأن كل واحد ليه اهتماماته فأنا ما ينفعش أن أنا أفرد على حد فكري معين علشان يكون مختلف لأن ده ضد قدعاتي وضد المبادئ اللي أنا تعلمتها من القراءة نحي مش فكرة مختلف مش تازم يكون اختلاف بشكل مش لطيف ولكن أقصب بالاختلاف أن مدركك أوسع عندك يمكن معلومات أكتر ده اللي أقصده بالاختلاف فطيب هروح لا محمود محمود السيد محمود يعني تجارة انجليزي وعربي ما شاء الله سليم وصحيح جدا وأنا شايفه قدامي شاب الحقيقة يعني خيان قول شابه مثقف وعندك معلومات كتير برضو عايزة عرف منك فكرة أنت تلخص 30 كتاب وانت في التجارة انجليش برضو مش جامعة يعني سهلة إزاي عرفت تتعملها إزاي عرفت تتلخص 30 كتاب في وقت على فكرة سنة أعتقد برضو مش وقت كبير أو أنت تتلخص تقرى 30 كتاب وتفهمهم وتلخصهم بالضبط هو كما قال أخي يعني القراءة المنهجية أو التعود على فكرة القراءة المنهجية بمعنى أن كتاب يقودك لكتاب آخر يقودك لكتاب آخر هذا هو ما ساعدني أساسا على تنمية اللغة وعلى الوصول إلى تلك الخارطة أولا قبل مشروع الوطن للقراءة كنت ضائعا في موضوع إيجاد منهجية في القراءة إيجاد منهجية في قراءة كتب معينة كنت أقرأ بشكل عشوائي لكن مشروع الوطن للقراءة علمني كيف بإمكاني أن أهتدي بخارطة معينة إلى عمق الجوهر الفكري إلى عمق فكرة معينة فاستطعت من خلال مثلا نجيب محفوظ أن أبحث في القاهرة وأن أتكلم في كتب عن التاريخ القاهرة ومن خلال القاهرة قرأت ستيفن زيفايغ عن الأدب العالمي عموما عن مدن أخرى فكتاب قادني لآخر لآخر فهذا هو ما قادني أساسا إلى تكوين خارطة فكرية عن الثقافة عموما أنا فخورة بيكو جدا منورتوني في برنامج التساعة محمود السيد ممدوح الحيزة على مركز السابع في فئة القارئ الماسي وأيضا عبدالله شريف المركز الثامن في فئة القارئ الماسي وأيضا سلمة حمدي عبدالفتاح لحصل على المركز الثاني في فئة الطالب المتقف نورتوني شكرا نهارت أسفين على الغطة الوقاء ومشاهدين وكده تكون خلاص كل ستحلقتنا من برنامج التساعة النهاردة إن شاء الله يعني يكون معاكم برنامج التساعة بكرة نفس المعيد شكرا جزيلا لحضراتكم شكرا جزيلا لحضراتكم شكرا جزيلا لحضراتكم شكرا جزيلا لحضراتكم